أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع فالقرآن قلّى الشيء اللي هو ذكاه يتعلق بهذه القضايا للقضايا الدعاوة على النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحل الله البيع وحرم الربا لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فهذا هو المجلس الأول من مجالس تفسير سورة النجم وهذه السورة سورة النجم جاءت لتبين حقيقة الوحي الذي أوحي به على محمد صلى الله عليه وسلم وأنه وحي من عند الله أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقاه عن جبريل عن رب العزة والجلال وأنه جاء بالحق من عند الله فليس فيه شيء مما يدعيه هؤلاء المفترون الكاذبون من نسبة الشريك والصاحبة والولد لله جل وعلا وهذه السورة مناسبة للسورة التي قبلها أتم المناسبة مناسبة لفظية ومعنوية أما اللفظية ففي قوله والنجم إذا هوى فإنها جاءت بعد قوله فسبحه ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم والنجم إذا هوى وهذه مناسبة اللفظية وأما المناسبة المعنوية فإن سورة الطور ذكر فيها مناقشة الكفار في كثير من معتقداتهم وهذه السورة ذكر فيها جملة أيضا من معتقداتهم وفي سورة النجم أيضا ذكر فيها الكلام عن القرآن والتحدي به فليأتوا بحديث مثلي إن كانوا صادقين وفي هذه السورة أيضا جاء الحديث عن القرآن في قوله أفمن هذا الحديث تعجبون وتلحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله وعبدوا وغير ذلك من المناسبات المعنوية بين السورتين افتتحت هذه السورة بالقسم تأكيدا للمعنى المراد فإن القسم مما تؤكد به المعاني فقال الله عز وجل وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى واختُلِف في النَّجْم هل هو النَّجْم المعروف في السماء أو هو القرآن فمن العلماء من قال إنه القرآن ولكن هذا مخالف للظاهر المتبادر للأذهان في استعمال العرب والأذهر أن يكون النجم المراد به النجم في السماء فإنه إذا أطلق أريدت به نجوم السماء كما قال الله سبحانه وتعالى إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وقال جل من قائل الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان فإذا أطلق النجم والنجوم فيراد بها النجوم التي في السماء وهي التي يقال فيها هوى فإن القرآن لا يقال فيه هوى وإنما يقال فيه نزل وأنزل ونزل فهذا يدل على أن المراد بالنجم هنا النجم المعروف إذا هوى أي أطلق من مكانه يرمى به أو غاب ونزل عن الموقع الذي هو فيه كما يحصل في نجوم السماء ثم ذكر المقسم عليه فقال ما ضل صاحبكم وما غوى عبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه صاحبهم فقال صاحبكم يعني الذي تعرفونه ولم يقل ما ضل محمد وما غوى لأنه لو قال محمد ما عرف هل هم يعرفونه أو لا يعرفونه لكن لما عبر بقوله صاحبكم يعني أنتم أدرى الناس به وأعرف الناس بحقيقته ماذا كان عليه قبل أن يوحى إليه ويبعث هل كان كذابا حاشاه من ذلك عليه الصلاة والسلام هل كان مبطلا أو دعيا أو مفتريا هل كان متطلعا لرئاسة أو ملك أو جاه هل كان غشاشا أو خائنا هل كان هل كان هل كان لم يكن شيئا من ذلك فأنتم أدرى الناس به وكنتم تلقبونه في الجاهلية الصادق العمين فكيف الآن تصفونه بالضلال والغواية وبالكذب وإذلك قال في سورة التكوير وما صاحبكم بمجنون قال إنه لقول رسول كريم وما هو على الغيب بظنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم قال إيش إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون وصفه بأنه صاحبهم يعني أنتم أدرى الناس به وأعلم الناس بحقيقته فكيف تصفونه بالجنون إن هذا ليدل على كريبكم فيما وصفتم به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهنا نفى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون ضل أو يكون قد غوى فأما الضلال فهو الوقوع في الضلالة لجهل وحماقة وأما الغواية فهو الوقوع في الضلالة بسوء قصد يعلم الحق لكنه ينحرف عنه ومحمد صلى الله عليه وسلم لم يكن جاهلا ولم يكن عليه الصلاة والسلام صاحب قصد سيء يريد أن يقول على الله بغير علم أو يفتري على الله الكذب قال وما ينطق عن الهوى ما ينطق عن هواه لا يأتي بشيء من عند نفسه ولا يتكلم عليه الصلاة والسلام إلا بالحق قال عبد الله بن عمر العاص كنت أكتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء فقالت قريش كيف تكتب عنه وهو بشر يصيب ويخطئ قال فتركت الكتابة فسألني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اكتب فوالذي نفسي بيده إني لا أقول إلا حقا وقال النبي صلى الله عليه وسلم مرة لأصحابه إني لا أقول إلا حقا قالوا يا رسول الله فإنك تمزح قال فإني لا أقول إلا حقا يعني وأنا أمزح لا أقول إلا الحق عليه الصلاة والسلام لماذا؟ لأنه لو خلط الحق بالباطل للتبس الأمر على الناس فلا يدرون أين هو الحق من كلامه من الباطل فنزهه الله عز وجل على أن يقول أو يتكلم بشيء من الباطل لا في جد ولا في غير جد قال وما ينطق عن الهوى كل الذي يأتي به ما هو إلا وحي ولذلك أكد ذلك بقوله إن هنا بمعنى ما أي ما هو أي الذي ينطق به إلا وحي يوحى وحي أوحي به إليه والوحي هو الإعلام الخفي السريع الوحي هو الإعلام الخفي الذي لا يعني يشاهد ويبصر وهكذا كان يأتي جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بين أصحابه فلا يرون شيئا ويسمع النجر صلصلة مثل صلصلة الجرس ويراه أصحابه وقد علته الرحضاء وينزل منه مثل الجمان من العرق حتى في اليوم الشديد البرد ويثق البدنه حتى إن الراحلة لتبرك به من شدة الثقل وكم مرة نزل عليه الوحي ورجله على رجل أحد من أصحابه فيقول الصحابة في وصف الحالة التي يشاهدونها تكاد رجل الواحد منه أن تدق من ثقل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يسرى عنه فينطق بالوحي الذي أحي إليه به إن هو إلا وحي يوحى وهل هذا خاص بالقرآن لا القرآن والسنة كلاهما وحي قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه أتيت القرآن ومثله أي في مصدره فالمصدر من عند الله فما يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من عنده لكن الله عز وجل ميز القرآن بأن جعل لفظه ومعناه من عند الله وأما السنة فلفظها من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعناها من عند الله جل وعلا قال علمه شديد القوى من أين جاء به سؤال قال علمه أي آخذ هذا العلم من جبريل الذي نزل به من عند الله سبحانه وتعالى فإسناده متصل إلى الله ومن هو الذي جاء به جاء به سيد الملائكة وأكبرهم وأعظمهم وأعظمهم وأجلهم قدرا وأشرفهم منزلا وهو جبرايل عليه الصلاة والسلام الذي ينزل بالوحي على الأنبياء علمه شديد القوى أي القوي الذي قد بلغ الغاية في القوى وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم جبريل بأن له ستمائة جناح يسد بالجناح الواحد ما بين السماء والأرض من عظم خلقه شديد القوى شديد القوى وهذا القرآن ثقيل وعظيم ورفيع القدر والمنزلة ولا يعطى إلا الأشراف ولا ينزل إلا على الأشراف ولا يحل إلا في المكاء الأماكن الشريفة ولذلك أنزله الله عز وجل عبر جبرايل إلى محمد سيد ولد آدم وتلقاه محمد بسيد جوارحه وهو قلبه وإنه لتنزيل رب العالمين نزل بها الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين قال علمه شديد القوى ذو مرة أي جبرايل ذو مرة وذو مرة يراد بها ذو خلق حسن ذو مرة أي ذو خلق حسن فالله عز وجل خلق جبرايل على هيئة حسن وجمال باهر عظيم ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى أي استوى واستقر وهو بالأفق الأعلى الأفق الأعلى هو نقطة التقاء السماء بالأرض في نظر الناظر أي وقف في الأفق على خلقته التي خلقه الله عليها والنبي صلى الله عليه وسلم ما شاهد جبريل على خلقته التي خلقه الله عليها إلا مرتين تلك المرة التي نزل فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رغب النبي صلى الله عليه وسلم أن يشاهد جبريل على خلقته التي خلقه الله عليها فرآه بالأفق قد سد ما بين السماء والأرض قال وهو بالأفق الأعلى من جهة الصبح كما يقول المفسرون يعني من جهة المشرق ثم دنى فتدلى يعني دنى جبرائيل من محمد صلى الله عليه وسلم ليلقي عليه الوحي فكان قاب قوسين أو أدنى أي دنوه قاب قوسين أي قدر قوسين أو أدنى منهما وقوله أو أدنى لتأكيد المعنى الأول كما قال فهي كالحجارة أو أشد قسوة قوله أو أشد قسوة لتأكيد أنها كالحجارة وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون لتأكيد المئة ألف هذا أسلوب من أساليب التأكيد يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية فالمعنى الأول مؤكد بالمعنى الثاني أو باللفظ الثاني وهو قوله أو أشد خشية وهنا فكان قاب قوسين أي قدر قوسين من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أدنى لتأكيد أنه لا يمكن أن يزيد على القوسين قال الله عز وجل فأوحى إلى عبده يعني من قرب ليست رؤية منام وليست شيئا في الأحلام ولا من الأوهام بل هي رؤية حقيقية تلقى فيها النبي صلى الله عليه وسلم الوحي من ربه من جبرائيل عن ربه جل وعلا تلقيا مباشرا استماعا حاضرا ومشافهة من جبرائيل لبيان أن إسناد القرآن متصل وأنه ليس فيه شيء من الوهم قال فأوحى إلى عبده ما أوحى يعني أوحى جبرائيل إلى عبده أي عبد الله ورسوله محمد ما أوحى أو فأوحى الله إلى عبده رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ما أوحى يصلح هذا ويصلح هذا وكلاهما لا إشكال فيه بحمد الله ما كذب الفؤاد ما رأى ما كذب الفؤاد ما رأى أي هذا الذي رآه محمد رؤيا حقيقية وقد اختلف في هذه الآية هل المقصود بها رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه جل وعلا أو رؤيته لجبرائيل والذي عليه جماهير الصحابة ومن بعدهم أنها رؤية محمد صلى الله عليه وسلم لجبرائيل عندما نزل عليه بالوحي في أول البعثة وأنه ليس الحديث فيها عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه فقد كان ابن مسعود وعائشة وغيرهم من الصحابة ينكرون إنكارا شديدا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين رأسه أما إن كان المقصود رؤية الفؤاد فنعم ومنه حديث اختصام الملأ الأعلى عندما قال رأيت ربي الليلة في أحسن صورة وذكر الخصومة المعروفة خصومة الملأ الأعلى فيما يختصم الملأ الأعلى قال في الكفارات والدرجات إلى آخره الحديث رواه التربذي فالذي يراه جماهير السلف على أن المقصود هنا بالرؤية رؤية جبرائيل يعني رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه الصلاة والسلام وأن محمد رآه عليه الصلاة والسلام بعين رأسه رؤية حقيقية على خلقته التي خلقه الله عليه وأما ابن عباس وبعض السلف فيرون أن هذا رؤية لله ففي بعض الروايات أطلقت الرؤية أنه رأى الله وفي بعضها رآه بفؤاده وهذا أصوب القولين على ابن عباس أنها رؤية فؤاد وليست رؤية عين والأصوب من القولين ما عليه جماهير السلف وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المنام لكنه ما رأى ربه بعين رأسه لا ليلة الإسراء والمعراج ولا عندما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كذب الفؤاد ما رأى أفت مارونه على ما يرى يعني أفت جادلونه على هذا الشيء الذي رآه بعين رأسه فتلقى القرآن من جبرائيل عن ربه جل وعلا تلقيا مباشرا ولقد رآه نزلة أخرى رآه مرة أخرى وذلك في حادث الإسراء عند السدرة المنتهى رآ جبرائيل أيضا على صورته التي خلقه الله عليه وهذه كالب بن عباس يرى أنها رؤية حقيقية فيرى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة الإسراء وكثير من الصحابة يرون أن هذه الرؤية لم تتحقق وإنما رأى جبرائيل عليه السلام بخلقته التي خلقه الله عليها عند سدرة المنتهى وقد جاءت الأحاديث الصحيحة المثبتة لهذا رأيت جبرائيل وعليه ستمائة جناح عند سدرة المنتهى أو كما قال عليه الصلاة والسلام وهذا يؤكد معنى الآية والسنة خير ما فسر به القرآن قال ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها أي عند سدرة المنتهى جنة المأوى وهي الجنة التي جعلها الله مأوى لعباده الصالحين إذ يغشى السدرة ما يغشى يغشاها ما يغشاها من أمر الله عز وجل من أنواع المخلوقات والملائكة والألوان والتصرفات العظيمة التي لا توصف ولا يستطيع أحد يعني أن يعبر عنها إذ يغشى السدرة ما يغشى شيء مهول عظيم من خلق الله سبحانه وتعالى وكل ما في الملكوت الأعلى عظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش ما بين عاتقه أو منكبه وشحمة أذنه خفقان الطير ستمائة عام شوف المنطقة هذه الصغيرة التي لا تجاوز هذا هذه يخفق الطير فيها في واحد من ملائكة الله الذين يحملون العرش يخفق فيها يعني يسير سيرا أو يطير طيرا حثيثا ستمائة عام إذن كم طوله كم عرضه كم سمكه هذا شيء لا يعلمه إلا الله وهذا واحد من ثمانية من من يحملون العرش طيب كيف هو العرش الذي يحمل كم بين هؤلاء الملائكة هذه عوالم وأشياء لا يستطيع أحد أن يتخيلها فعقولنا أصغر وأضعف وأقل وأحقر من أن تتخيل أو تتصور شيئا من هذه العوالم قال الله عز وجل إذ يغشس ما زاغ البصر إذ يغشس سدرة ما يغشى ما زاغ البصر ومطعه يعني عندما رأى محمد صلى الله عليه وسلم ما رأى في ليلة الإسراء ما زاغ بصره ومطعه ما مال ولا الحرف لأنه عبد مأمور جاء مستجيبا ومتأدبا في تلك الحضرة الإلهية فلم يلتفت كان سامعا مطيعا مستجيبا قد جعل من نفسه أو جعل نفسه في غاية الأدب في تلك الحضرة فلم يلتفت إلى ما يرى من ملكوت الله عز وجل ويزيغ عما هو بحضرته ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى تلك الرؤية يا إخواني لتثبيت الإيمان وتعظيمه في النفوس كما قال الله عز وجل عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فاخذ أربعة من الطير فصورهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعوهن يأتينك سعيا فالله أراه كيف حياء الموتى ليس شكا من إبراهيم في هذه الحقيقة ولكن ينتقل إبراهيم من علم اليقين إلى عين اليقين وقال الله في سورة الأنعام عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر تتخذ أصناما آليهة إني أراك وقومك في ظلال مبين وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض لماذا أراه الله ملكوت السماوات والأرض أي نعم ليكون من المنقنين فهو الآن ينبع عن رب العالمين ويحمل رسالة الله إلى العالم فلابد أن يكون عنده من العلم والنظر والبصر والمشاهدات ما ليس عند أولئك الذين يبلغهم رسالة الله سبحانه وتعالى قال أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزة أي هذه الأصنام التي تعبدونها ما لها ماذا عندها أي شيء تملك حتى عبدتموها وجعلتم لها من المنزلة والحظ والعبادة ما لله عز وجل أفرأيتم اللات هذا صنم كان بالطائف وسمي اللات يعني أخذوه أو اشتقوه من اسم الله عز وجل لكنهم أنثوه فقالوا اللات وقيل اللات بتشريد التاء لأنه رجل صالح من أهل الطائف كان يلت السويق للحج فسمي اللات فلما مات وضعوا على قبره يعني ضريحا فعبدوه من دون الله عز وجل وصاروا يتقربون إليه ويعتقدون فيه النفع والضر والعزة أخذت أيضا من اسم الله العزيز يحرفون أسماء الله ويلحدون في أسمائه إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه فهؤلاء ألحدوا في أسماء الله فسموا بها هذه الأصنام والآلهة من دون الله جل وعلا والعزة صنم كان في نخلة قرب مكة ونخلة واد في طريق الطائف معروف الآن إذا نزل الناس من السيل يمر بهم واد نخلة فكان هذا الصنم في ذلك المكان ومناه هذا بالمشلل في طريق المدينة عند قديد ومناه الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله العنفة أي أتزعمون أن الذكور لكم وتحبونها لكم وهم البنون وتجعلون الإناثة لله عز وجل تنسبون له الولد وتجعلون له أقل الصنفين من الأولاد وهم الإناث لأنهم جعلوا الملائكة بنات الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا تلك إذا قسمة ضيزة قسمة جائرة غير عادلة قال الله عز وجل إن هي أي ما هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من السلطان تسمونها اللاة العزة مناه تجعلونها آلهة وتقولون هذا ربنا هذه أسماء أنتم تنطقون بها لكن الحقيقة أنه ليس لها من هذه الحقائق شيء يعني مجرد أسماء تخترعونها وإلا في الحقيقة فهي مربوبة وهي ذليلة وهي مخلوقة إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان من أين جئتم بأن هذه لها حق وأنها تعبد وأنها تتصرف في الكون وأنها لها حقا في عبادتكم أو ذبحكم ونذركم من أين جئتم بهذا ما أنزل الله بها من سلطان هاتوا كتابا من السماء يقول فيه الله لكم إن الله لها حق في العبادة أو مناه أو العزة أو هبل أو غيرها إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس أي ما يتبعون إلا ظنونا ظنوها من أنفسهم وهوتها أنفسهم فليس عندهم يقين وتقول ما الدليل على أن هذا إله ما عندهم دليل ما هي حجتكم من أين جئتم بهذا من أوحى به إليكم ما عندهم شيء قال وَلَا قَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ الْهُدَى جَاءَهُمْ الْعِلْمُ الصَّحِيحِ الَّذِي لَا شَكَّ فِيهِ وَلَا مِلْيَتَ فِيهِ فَمَا لَهُمْ لَا يَقْبَلُونَهُ وَلَا يَتَّبِعُونَهُ وهو هُدًا واضح موافق للعقل وموافق لما جاءت به الأنبياء من قبل فما الذي يمنعه من اتباعه ما يمنعه من اتباعه عدم وضوح الحق ولكنه الهوى في أنفسه والحسد والبغي والكبر قال الله عز وجل أم للإنسان ما تمنى هل للإنسان ما تمنى لا ما كل ما يتمناه الإنسان يكون له فلو تمنيت الجنة لم تكن لك الجنة بالأمنية كذلك الإيمان ليس بالتمني ولكن بالعمل ما وقر في القلب وصدقه العمل قال الله عز وجل فلله الآخرة والأولى ملك الآخرة والأولى لله وأنت أيها الإنسان لا تملك شيئا لا تملك شيئا فلماذا أنت تتوهم أنك بما تتمناه ستحصل عليه ما تحصل على شيء إلا بأسبابه الحقيقية من الإيمان والعمل الصالح التي جعلها الله أسبابا موصلة إليه قال وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إذا كنتم تدعون لآلهتكم أنها تغيث وتنفع ترفع تدفع تحسن تجلب لكم الخيرات فهذا كله وهم وخطأ إذا كانت الملائكة التي في السماء وهي الملائكة الممكنة القوية العظيمة لا تستطيع أن تشفع لأحد عند الله إلا أن يأذن الله لها بالشفاعة ويرضى عن المشفوع وهي ملائكة الله فكيف بهذه الأصنام الضعيفة المسكينة التي ليس لها من أمرها شيء أنتم أكمل منها خلقا وأحسن منها حالا وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا وشيئا نكرة في سياق النفي فتدل على العموم لا تغني أي شيء إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى يأذن للشافع بالشفاعة ويرضى عن المشفوع وهذه هي حقيقة الربوبية لأن الملك في الدنيا كم من مرة يدخل عليه الناس بغير إذنه ويشفعون لمن لا يرضى عنه أن يشفع علىه فيطلبون الشفاعة قبل أن يؤذن لهم ويستشفعون لمن لا يرضى عنهم ذلك الملك أما عند الله فلا ولا يشفعون إلا لمن يرتضى ولا يستطيع أحد أن يشفع عند الله إلا بعد أن يستأذن الله حتى محمد صلى الله عليه وسلم عندما يأتي إليه الخلائق في ذلك اليوم العظيم يوم الموقف المهول بعدما يأتون للأنبياء فيذهب فيسجد عند قوائم العرش ويحمد ربه سبحانه وتعالى بمحامد لم يحمدها من قبل ثم يقال له ارفع رأسك وسل تعطى وقل يسمع تسمع واشفع تشفع فيرفع رأسه ويشفع عليه الصلاة والسلام لكن لا يشفع إلا فيما فيما في من يرضى الله ويرضي الله فلا شفاعة إلا بإذن ولا شفاعة إلا لمن يرضى الله سبحانه وتعالى أما عند ملوك الدنيا فالشفاعة غالبا تكون من غير إذن وتكون لغير من يرضى لغير من يرضى قال الله عز وجل إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى هؤلاء المشركون الذين لا يؤمنون بالبعث ولا بالجزاء والنشور يسمون الملائكة تسمية الأنثى تتميما لاعتقادهم في أن الملائكة بنات الله ولذلك لا يعتقد أن الملائكة إناث لا يجوز اعتقاد هذا لأن الله عز وجل نفى ذلك قال الله عز وجل وما لهم به من علم ما جاءهم به بين ولا نزل عليهم به كتاب ولا أخذوه من نبي ولا أوحى الله به إليهم من أين جاءوا بذلك أن الملائكة إناث أو أنهم بنات الله سبحانه وتعالى جل الله عن ما يقولون أي يتبعون إلا الظن أي ما يتبعون إلا ظنونا وإن الظن لا يغني من الحق شيئا الظن ما يغني لأن هذه المسائل تحتاج إلى علم وبينات فكيف تأتون بهذه الظنون والأوهام ولذلك قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم فالظن أكذب الحديث أن تظن ظنا في أمر يجب أن تكون عندك فيه بينا إنما يلجأ إلى الظن في التطبيقات والأعمال أما في العقائد فلا لا مجال للظنون فيه يجب أن تكون في القطعيات في أمور مقطوع به وأما في الأعمال فيتسامح في الظنون لأنه لا يسع الناس إلا ذلك يشكل عليك أمر القبلة هل هي في هذا الاتجاه أو في هذا الاتجاه فأنت تجتهد تظن أنها في هذا الاتجاه فتصلي فمن يسر الشريعة أنت سامحت لك بالعمل في الظن لأنه لا يسعك إلا ذلك لكن لا تسمع لك في ذلك في أمر تستطيع أن تصل إليه قطعا وتعرفه حقا وفي الأمور التي طلب الله عز وجل اليقين فيها وهي أمور العقائد فبناها على اليقين فأنتم الآن تنسبون أشياء إلى الله وتزعمون أنها يعني لله أو أنها بنات الله من أين جئتم بهذا قال الله عز وجل إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا لا يغني أي شيء من الحق قال الله عز وجل فأعرض عمن تولى وهذا المعنى جاء في السورة سورة الطور وجاء في سورة الذاليات أعرض عنهم يا محمد لا تنشغل بهم بلغهم ولا تنشغل بترهاتهم وكلامهم وإسفافهم وتعييرهم لك وسبابهم لا يقطعك عن الطريق ولا تتشاغل به أعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا هؤلاء الذين تولوا عن القرآن فلم يستمعوا إليه أعرض عنهم ولا تتشاغل بهم ولا تأسف عليهم ولم يرد إلا الحياة الدنيا لم يرد إلا الدنيا فقط من حياته كلها فهو يريد أن يعيش منعما مرفها قد تمت عليه يعني النعمة ورغد له العيش لكنه لا يفكر في آخرة ولا يسعى إليها قال الله عز وجل ذلك مبلغه من العلم يعني العلم بالدنيا هي نهاية ما يعلمونه ويحسنونه وهذا الآن نراه في عصرنا الحاضر تجد الإنسان يعرف دقائق دقائق فيما يراد من علم الدنيا ومن أحوالها كيف تصل إلى النتيجة الفلانية وكيف تصل إلى المعدن الفلاني وكيف تصل إلى صنع كذا كل ذلك من أجل تتيسر أمور الحياة وتتهيأ الرفاهية لكن ما وراء ذلك لا يعلمون عنه شيئا وسبحان الله تعجب كيف أن الإنسان هذا الكيان خلق لغاية عظيمة جدا هؤلاء يفكرون في أدق التفاصيل ولا يعلمون عن هذه الحقائق شيئا هذا والله هو عين الجهل وإن كان بعض المغفلين يراه يعني قمة الحكمة والعلم والتقدم والتطور وهو الله قمة الغباء والجهل لو أن إنسانا سلك طريقا ينتهي بهاوية وصار يعلم في هذا الطريق كل شيء ويحصي كل ذرة ويقول بقي على تلك الحفرة مسافة عشر كيلو وثلاثة أمتار وأربع سامتي وخمسة ملي ويحصي لك هذه الأشياء وعندي أجهزة تحصي كم بقي وكم ذهب ما نتيجة ذلك وأنت الآن ذاهب إلى الهاوية ما الفائدة من هذا ولذلك هذا العلم الذي حصله الناس واغتروا به والله لا ينفعهم شيئا بدليل أن الإنسان يموت فيدع ذلك كله وراء ظهره ويستقبل حياة حقيقية لم يستعد لها ولم يتأهب لشيء من أحوالها إنه والله عجب أن يكون حال الناس هذا ولذلك قال الله في سورة الروم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا يعني هذا الذي يعلمونه ظاهر شيء بارز يبهر أعينهم لكن لا يعلمون الحقائق ولذلك أهل الحق والإيمان يعلمون الحقائق ويسعون لتحقيقها ويسعون للتزود له قال هنا ذلك مبلغه من العلم وقد جاء في الحديث الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يختم به مجالسه اللهم اقسمني من خشيتك ما تحول به بيني وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغني به جنتك ومن اليقين ما تهون به علي مصائب الدنيا اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حيتنا وجعله الوارثة مننا وانصرنا على من ظلمنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا أو كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يختم به مجالسه قال ذلك مبلغه من العلم يعني لا يكون نهاية قصد الإنسان وغاية سعيه هي الدنيا فهو يجمعها ويسعى لها ويدقق فيها ويحقق وينقق وينقق فالحياة ينبغي أن تمشي بأيسر ما يكون قال الله عز وجل إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى فالله عز وجل هو الذي يعلم الضالين الحائدين عن السراب المنحرفين عنه وهو سبحانه وتعالى يعلم الذين اهتدوا اهتدوا أي طلبوا الهدى وسعوا إليه فهذا الذي يهتدي يهديه الله والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواه وما دام الله عز وجل ما دام الله عز وجل ليعلم ذلك فقد بيّن لنا في كتابه هذا ذلك بيانا واضحا فعلينا أن نأخذ به وأن نرجع إلى هذا الكتاب لمعرفة من ضل ممن اهتدى فليس هناك كتاب في العالم كله يدعو إلى الهدى ويبين حقائق الهدى ويجعل الإنسان على الطريق والمحجة البيضة التي ليلها كنهارها مثل هذا الكتاب أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم من المهتدين بهذا الكتاب وأن يجعلنا من القائمين به الداعين إليه المستقيمين على نهجه حتى نلقى الله نحن وعلى ذلك صلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداخ في هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك ترجمة نانسي قنقر